المرصد العربي على حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان كنموذج يحتذا به وفق المعايير الدولية وثمن المرصد العربي لحقوق الإنسان لقاء الفريق معالي وزير الداخلية مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين بسرعة وضع الآلية التنفيذية لبرنامج السجون المفتوحة مؤكدا أهمية هذه الخطوة لتأهيل المخطئين وإعادة دمجهم في المجتمع وفق ضوابط محددة مضيفا أن هذه التوجيهات الملكية السامية تعكس الرؤية السديدة لجلالة الملك المفدة لحماية النسيج المجتمعي البحريني وتمثل امتدادا لما تحقق من نجاحات في برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني وحضاري وإنساني في مملكة البحرين